موسيماني النهاردة في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال ان الوضع بالنسبة لنا صعب لاننا مختلفين عن اي نادي اخر مسؤولياتنا نكسب كل البطولات اللي بننافس فيها خضنا رحلة سفر من الجزائر الى الكاهرة مدتها اكتر من سبع ساعات واصلنا في الصباح ولم يكن امامنا سوى يوم واحد الاستعداد للمباراة ونلعب ضد خصم مرتاح وينتظرنا منذ ايام قال ان علي معلول غير جاهز بنسبة 100% وثلاسي الوسط ديانج والسولاية وحمدي مصاب وخلال المباراة فقدنا الشناوي وطاهر اخبرني انه لا يستطيع اكمال اللقاء وعبدالقادر يعاني من ارهاق حتى نتحدث بامانة البنك اهضر فرستين مؤكدتين وايضا اهضرنا فرص خطيرة منهم فرستين لمحمد شريف الذي لو سجل وحدة لتغيرت النتيجة كنا نحاول وسنستمر في المحاولة لا اتحدث عن ارهاق ولكن عن اصابات وفي الظل كل هذه الغيابات ماذا سافعل نقف عندي دي شوية بس يعني تعاون نكمله بعد كده اقول لكم رأيي في هذا الامر قال حاولنا تنشيط الفريق باجراء خمس تغيرات في التشكيل ولكن للأسف لم نحقق الفوز ولا استطيع المخاطرة في نصف نهائي لما تسأل يعني عن نصف نهائي افريق كان ممكن يلعب بالبدلاء امام فريق وفاكسليف قال مقدار شغامر واجري تغيرات عديدة حتى اذا كنا فائزين بنتيجة كبيرة في الزهاب عندما تأهل ليفربول ان انهاي ابطال اوروبا تعادل في الدوري وكسب لما غير تسع لعبين قدام ساو سامتون ده ده نبقى زود يعني قال كمان لا اريد الحديث عن جودة الملعب انتم شاهدتم حالة الملعب وشاهدتم ايضا ملعب مباراة المصر فيها الاسكندرية يمكن الحديث عن ملعب مباراة الرجاء فيها المغرب او فاكسليف فيها الجزائر ولكن في مصر انا مدرب فقط بص بقى في حاجتين مهمين جدا لما تحدث عن اعمل ايه يعني في ظل الغيابات الكتيرة دي لا تعمل المدير الفني يعمل لو انت عند غيابات كتيرة تتصرف هتقول لي تتصرف ازاي ما انا عندي ركازة سية اه اديك عزر حتة كده صغيرة بس انت مدير فني عشان تقدر تتعامل مع القوام الكبير اللي موجود في تشكيلة النادي الاهلي وتقدر تغير وتقدر تحط بدائل ده شغل المدير الفني ده اساس شغل المدير الفني انه يجد الحلول فهو مش احنا اللي هنعمل اكيد المدير الفني هو اللي بيعمل هذا واحد اتنين قصة الملاعب اه عندنا بعض المشاكل في بعض الملاعب اتفئ بس اب領 سمع التصريحات لأحد لعيب البنك الاهلي بعد المباراة وقال انه ما هو دي علينا وعليه يعني دي على البنك الاهلي وعلى الاهلي طبيعي يعني الاتنين عندهم نفس الدر والأهلي بيلعب مباريات في ملاعب أفريقية أسوأ وأصعب لكن هنا عادي وكي كان الأهلي بيكسب طول عمره في ملاعب زي دي كده كده الأهلي بيكسب طول عمره وبيحقق كل البطوات العظيمة دي في ملاعب زي دي فده مش المبرر يعني لا مبرر ملعب ولا مبرر تحكيم ولا مبرر غيابات كان فيه النهاردة أخطاء فنية في الملعب كان فيه بعض الأسماء اللي مستبعدة دون سبب يعني زي محمد محمود أو حسام حسن وانت محتاجه من النهاردة تحديدا محمد محمود وبرضو حسام حسن عشان تدعم الفريق هجوميا في بعض التغييرات لما تعوز تعدل أن لأ نتيجة يعني المهم الأهلي يركز في أفريقيا بيتسمو سماني مدرب كبير هذه الجمل العريضة الكبيرة لازم نقولها كل شوية الأهلي يركز في أفريقيا بس المهم جدا الأهلي ما يسرحش في موضوع الدوري عشان خسارة النقاط المتكررة العديدة في الآخر هتخسروا الدور نفس الأمر اللي قلناه على الزمالك مبارح كل نادي بينافس لو أنت فاكر أنك دلوقتي بتخسر النقاط مش هتأثر عليك مستقبلة انت بقى غلطان الدوري بيقرب يعني كل يوم بيقرب كل أسبوع بيقرب هتليه تخطف منك وجري منك وجريت منك الأيام والأسابيع وانت بتخسر الدوري بنقاط ربما تكون نقاط في المتناول وله اللي عنده مباراة في منطقة الصعوبة يوم السبت القادم مع أمبي اللي فاز على الزمالك في مباراة كبيرة مويرة لها زوجة بيتسو موسيماني أعلنت النهاردة عن المشروع المنتظر للمدرب كان قالت حاجة كده وثابتها علامة استفهام النهاردة أعلنت عن المشروع ده وهو مدارس بيتسو موسيماني لكرة القدم في جنوب أفراقيا قالت أن هذا المشروع هو محاولة من المدرب الموسيماني لرد الجميل لجنوب أفراقيا وأنه يسعى لإنتاج عناصر جديدة أو جيدة في كرة القدم من أجل المستقبل وأن بي أم أس أس هو اسم المشروع يعني هو مشروع جزء من إرث المدرب بيتسو موسيماني ليس فقط من أجل تكوين لعبين المستقبل ولكن من أجل مساعدة الكرة في جنوب أفراقيا من أجل العودة من جديد إلى سابق عهده محمد الشناوي محمد الشناوي نهاردة خرج مصاب نهاردة خرج مصاب عملت الفون قبل ما أدخل وسألت زميلي قالوا لي أنه الإصابة خفيفة الإصابة خفيفة الإصابة إيه هي بقى؟ الإصابة شد في أو إجهاد في العضلة الخلفية الجهاز الفني فضل أنه يريح محمد الشناوي أول ما حس أنه ممكن يبقى فيه مشكلة بس محمد الشناوي أولا كان بيخرج بيجري وما كانتش عنده أزمة سابح لكم شفتوا الصورة دلوقتي ما فيش أزمة كبيرة إن شاء الله محمد الشناوي يلحق مباراة الوداد يلحق الفاينال يلحق الفاينال ويقدر يلعب المباراة النهاية ويشتغل إن شاء الله ويبقى بإذن الله عنصر من العناصر اللي بإذن الله تكون بتخلي الأهل يكسب دوري أبطال أفرق نهاردة فريد الوداد تعادل في المغرب تعادل مع فريق المغرب الفاسي بهدف لكل فريق في المباراة اللي أقيمت بالجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المغرب يعني الوداد تعادل والأهل تعادل خلصين نشوف بقى المباراة النهاية هيحصل فيها إيه الوضع فيها إن شاء الله الأهل يكون ليه الأفضلية وإن شاء الله الأهل يكون في أفضل أحواله